اهلا بكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات كلنا فرحة وحبور بتجديد لقياكم في الجمعة الاولى بعد رمضان المعظم فعلا كلنا حسر على انهاء هذا الشهر لكن رغم ذلك فاننا فرحنا بكوننا قد قضينا شعير دينية مهمة جدا وهي شعيرة الصوم كيف لا والصوم هو للحق سبحانه وتعالى وهو الذي يجزي به كما جاء في الحديث الصحيح الصوم لي وانا اجزي به الا انه في هذه المحطة محطة التطهير لرمضان نرجو ان نكون قد غفر لنا وقد اعتقت رقابنا من النيران لكن بعد هذه المحطة نرجو ان يبقى ايماننا مجدد كما كان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الايمان يبلى كما تبلى الخرقة جددوا ايمانكم لنتبين هذا الموضوع في هذه الحلقة باذن الله صحبة الاستاذة الكريمة ضيفة حلقة اليوم اللفة تم زهر النصري استاذة باحثة بمركز دراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء مشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات سواء داخل المغرب او خارجه لها عدة ابحاث منها كتاب دليل الرسائل والاطروحات الجامعية في مجال الدراسات القرآنية بالمغرب الاقصى اهلا بك استاذة الكريمة مرحبا استاذة اكرام هنا عندما نتساءل يعني انتهى رمضان والان ندخل في شهر اخر كيف نجعل من رمضان من الجانب الروحي رمضان دائم وليس ضيفا ولا وارتحل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرحمة المهدات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبع هدهم إلى يوم الدين رمضان كما تفضلت ليس ضيفا يحل ويرحل بل هو عبادة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لكن مع الأسف ممارسات بعد المسلمين تفرغ الصيام من هذا البعد العبادي وتضفي عليه بعدا عرفيا تقوصيا احتفاليا من ذلك مثلا المبالغات في كثير من الأمور المتعلقة بالأكل والشرب إلى غير ذلك والحال أن رمضان كما تفضلت هو ليس ضيفا وإنما هو نموذج للتأسي نموذج الزمن المثالي الذي ينبغي أن يعيش فيه المسلمون بما فيه من تأذر وتراحم وتحمل وصبر ومجاهدة يعني التخلص من مجموعة من الأخلاق السيئة إذا صح القول فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نموذج التأسي البشري والكمال البشري فيمكن اعتبار رمضان هو نموذج التأسي الزمني بمعنى نموذج التأسي يوضع نصب الأعين يعني القدوة المثلة التي ينبغي أن يعيش فيه كنفها وليس رمضان يحل ويرحل هكذا كعادة اعتدناء عليها وربما لعل الحكمة من تشريع صيام التطوع بعد رمضان كالستة من شوال على تفصيل عند السادة المالكية والأيام البيض من كل شهر واليوم الاثنين من كل أسبوع ربما هذا الحكمة منه هو أن نعيش بروح الصيام ولو بعد القضاء الشهري الكريم وأن تصحبنا هذه الأخلاق وهذه الأمور التي رسخها الصيام في نفس المسلمين نعم أستاذ كريم إذن الحالة الروحية التي يجب أن يبقى عليه هذا الإنسان في رمضان كيف نعززها لسبقك ما كانت في رمضان يعني ما هي الوسائل للمزيد من هذه الروحانيات بعد رمضان الحالة الروحية والنفسية المفترض أن يخرج المسلم بعد رمضان يمكن أن ننظر إليها من زاويتين هي حالته الروحية في علاقته مع الله سبحانه وتعالى وحالته النفسية في علاقته مع عاداته ومع الآخر فيما يخص علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى على المؤمن أن يخرج من رمضان بقلب وجل الذي يخشى الله القلب الذي يأتي الذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلتون أنهم إلى ربهم راجعون سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية هل هم الذين يسرقون ويزنون قال لا يا بنت الصدق بل هم الذين يصلون ويتصدقون ويتصدقون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم لذلك كان الصالحون بعد رمضان يعني يدعون الله تعالى وتضرعون لأن يتقبل منهم جميل إذن على المسلمين أن لا يخرج من رمضان معتقدا أن صحائف حسنته قد ملئت عن آخرها وأنه قد جاء بطاعات تزين الجبال لماذا؟ لأن معيار قبول العمل هو التقوى إنما يتقبل الله من المتقين والتقوى هي عمل قلبي الله تعالى الأول وحيد على القادر على تقييمه تماما الله أول وحيد إذن على المسلمين أن يعيش دائما في إشفاق وفي طمع دائما في رحمة الله سبحانه وتعالى إذن قلت أستاذ الكريمة وفعلا كلامك جميل جدا لا يجب أن يتكبر هذا الإنسان في الطاعة يعني عندما يفتقر الإنسان عندما يقوم بمعصية ويشعر بذنب ويندم وكذا فهنا يكون في مرحلة التوبة وسوف يرسقي إلى مرحلة المحبوبية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كيف نصل إلى هذه المرحلة المحبوبية مدم أن رمضان وشهر التوبة وشهر الغفران يعني كما تفضلت المسلم لا يجب من عقيدة المؤمن أنه لا يدخل الجنة بأعماله وإنما يدخلها برحمة الله سبحانه وتعالى لذلك هو يجب أن يعيش دائما في هذا الشعور بالإشفاق ومن علامات أن يكون الإنسان يعني أن يتقبل منه عمله كما سألتي أن يستمر على الطاعة من علامات قبول العمل جميل الاستمرار على الطاعة الاستزاد فيها الاستزاد فيها لماذا؟ لأنه كما يقول الدعاة والمصلحون الحسنة تجر أختها والسيئة تجر أختها يعني الله تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنوسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنوسره للعسرة فعلا إذن لا يعقل أن يكون الإنسان قد داق حلاوة الإيمان فعلا في رمضان وقد سمت روحه بالإيمان بهذه الأجواء الربانية وينتكس مباشرة بعد رمضان ولا تكون كالتي نقضت غزلها بعد قوتنا إنكاثة يعني الإنسان إذا داق هذه الحلاوة لا يمكن أن مباشرة وإلا فإن هذا دليل على أنه كان يمارس فقط عادة تقسم التقوس وأن قصد الصيام الذي هو التقوى لم يتحقق وهذا هو نفس الحال بالنسبة لأداء فريدة الحج يعني مع الأسف كثير من اللي تؤدي فريدة الحج في خشوع يرجع وكل مكان يلبسه يخلعه عليه ويعود إلى عادته الأولى كأنه شيء لم يقوم ينقض مع الأسف وهذا شيء ولا بد من أننا نفطمو فيه لأننا منقوش نهدره على التقوى فقط في رمضان بل كذلك من علامات قابل الأعمال أننا نبقى في هذه التقوى والاستيزادة فيها بعد رمضان نعم هنا أستاذة مادم أنت مرأة وإن شاء الله أم وليدات تنعفو أن الشباب دينا ربما اللي كان ما تسليش خارج رمضان فرمضان ترجع للصالة دياله وكذا كيف نخلي ولداتنا دائما ملتسقين بهذه الفريدة المهمة جدا فريدة الصلاة بعد رمضان أول شيء مهم من أجل التابات بعد رمضان هو الدعاء أو أول شيء قبل الدعاء النية الصادقة تماما النية الصادقة في الرغبة في التابات يثبت الله الذين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثاني شيء هو الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة بمعنى أن هذا يعني في علاقة الإنسان مع الله سبحانه ولكن عمليا هناك بعض الوسائل لكي يتمكن الإنسان من التابات على الطاعات بعد رمضان منها مثلا أهم شيء هو الرفقة الصالحة الأم ينبغي أن تشجع أبنائها عن الرفقة الصالحة وأن تحاول إبعادهم عن الرفقة لماذا الرفقة الصالحة؟ هناك أحديث كثيرة لرنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد فيها ويحط فيها على رفيق رفقاء الخير وكذا والبتعاد عن رفقاء السوء رفقاء الخير في شهر رمضان لدينا عادة يتكونون في رمضان مع الأسف في ظروف هذه الجائحة كان الفضاء المسجد هو الفضاء الذي كان لكن كان رفقة بوسائل تكنولوجيا الحديثة طبعا نعم ستبقى الرفقة التي تعاملوا مع بعضهم نعم يمكن للإندان كما تفضلتين يمكن للمسلم أن يستعيد عن هذا الآن بوسائل تواصل اجتماعي تكوين مجموعات لتلاوة القرآن وتدبره وحفظه لملا وإسمع لبعض الرقائق وحفظ الأحاديث إلى غير ذلك يعني هذه هي وسيلة من بين وسائل أيضا الرفقة أيضا إذا كان الحفاظ على الرفقة الصالحة من وسائل التبات فكذلك الابتعاد عن الرفقة السوء هو من وسائل التبات أيضا مثلا إذا كان الإبن من مثلا الأبناء الذين ابتلهم الله تعالى بنوع من الإدمان على المخدرات أو كذا فإذا كان الإنسان المدمن في ظلال شهر رمضان علم أنه بإمكانه الاستغناء عن هذه المواد المخدرة مدة من الزمن مثلا فماذا لو ضعف هذه المدة فماذا لو يعني زاد وضعف بمعنى أنه لكي يعتقى نفس رقبته كما تفضلت بأن رمضان هو عتق آخره عتق من النار يعتقى رقبته من هذه العادة السيئة ولا يمكنه ذلك إلا إذا كانت لديه عزيمة قوية وإرادة صادقة في ذلك ولا يكون له ذلك إلا إذا ابتعد عن رفقة السوء الذين يجرون إلى الذنوب الموبقات وإلى المهالكين هنا تتعين لأنه كلكم راعين وكلوا راعين مسؤولة عن رايتها يعني الوالدين وخصوصا الأم لأنها المتسقة بالطفل وبالشاب المراهق تكون عندها هذا الدور الريادي ليس فقط لنفسها وكذلك حتى الأنفس الأطفال وأرواحهم أنهم يبقوا في هذا الرقي بعد رمضان نعم يعني مثلا الأم يجب أن تحط أبنائها على عدم الإنقطاع عن قتلاوة القرآن بعد رمضان أن رمضان هو شهر القرآن بامتياز فيه أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا وفيه كان يدارس جبريل عليه السلام رسول السلام قرآن إذن كان هناك شهر القرآن بامتياز لكن بعد رمضان مباشرة يجب على الإنسان أن يسعى إلى بدء ختمة جديدة من القرآن الكريم حتى لماذا أجواء القرآن في رمضان لكي يذكرنا بأن حياة المسلم يجب أن تكون في ظل الوحي بمعنى لا يجب الابتعاد عن القرآن مباشرة ودول أمريا في هذه المسألة حتى أبنائها على الاستمرار في تلاوة القرآن إلى غير ذلك وتلاوة القرآن ليس فقط تلاوة بل كذلك تدارسة تدارسة في معاني وكذلك عملا به تلاوة القرآن والصيام والطاعة إلى غير ذلك هي من أجل أن المسلم يحصل بعد رمضان على نسخة جديدة من نفسه بمعنى أنه من دلالات العيد أنه الإنسان في السنة يندب للإنسان يفرح ويلبس الجديد إلى غير ذلك ليعبر على أنه شخص جديد جميل شكلا ومضمونا جميل قلبا وقالبا تنشكرك فضيلة الأستاذ الكريم على هذه الحلقة المتميزة في الحديث عن كيف نثبت بعد رمضان على أساس من التقوى والاستزادة من تجديد الإيمان إذن أحبابي المشاهدين الكرام بعدما تحدثنا عن كون رمضان هو محطة تطهيرية وكذلك دورة تكوينية لنخرج بعد رمضان بأسلوب جديد في استزادة من الطاعات ومن توجه الله تبارك وتعالى نشكركم على حسن إصغائكم نتمنى أن نلقاكم في حلقة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إلى لقاء قريب بحول الله